موسيقى وخاصة في نبض الملاعب مع أحمد شهاد أولا بنبارك للمنظومة الرياضية المصرية الحالة الجميلة اللي شفناها في انترو أو افتتاح الدوري المصري الممتاز وقص الشريط بمباريات الدوري الممتاز ونادي الزمالك ونادي المصري واتهت بفوز نادي الزمالك بهدف محمود على المهم في الموضوع المهم في الموضوع أن المسئولين عن الرياضة المصرية وقبل المسئولين عن الرياضة المصرية نتكلم ولازم نشيد بدور المسئولين في مصر من أول رئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء اللي أصروا أن مصر دولة كبيرة دورة عريقة ولابد عودة النشاط الرياضي زينا زي انجلترا وإيطاليا وغيرها من الدول الكبرى خاصة في المجال الرياضي زي ما شفنا وتابعنا واسمعنا هناك العديد من الدول لغت النشاط الرياضي خوفا أو عدم قدرتها على التنفيذ خاصة في ظل جائحة اكتاحت العالم كله وزي ما بيقولوا كده ما خلتش لأي حد حاجة لكن مصر بقيادتها السياسية والرياضية أصرت على عودة النشاط وعودة الروح للملاعب المصرية زي ما قلنا الدوري الممتاز المصري توقف عند الرقم في الأهداف أولا للتلتمية تمانية واربعين هدف مر على الدوري الممتاز توقف أكتر من مية خمسة واربعين يوم ومية سبعة وخمسين مباراة يعني الدوري المصري ممتاز عند الرقم مية سبعة وخمسين توقفت بسبب جائحة أو توقف بسبب جائحة كورونا وبعدين جينا نبص على الأهداف لقينا كان الرقم تلتمية تمانية واربعين وتوقفت عجلات أو عدادات الأهداف في الدوري المصري ولكن بمشيئة الله وقدرة المصريين دائما عاد الدوري المصري الممتاز وهدف محمود على أصبح تلتمية تسعة واربعين هدف وبدخلنا في المباراة المية تمانية وخمسين والبقية تأتي وهي دي مصر يا جماعة وهو ده معدن المصري الأصيل نتمنى 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 بإذن الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكملها معانا دايما على خير نروح بقى الحاجة المهمة يعني قبلتنا حاجة سلبية كده مع أول عنوين وأخبار ومنشتات عندنا مشكلة كبيرة قوي 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 مع ظهور قوي اليوم يعني فرحنا قوي بعودة الدوري الممتاز ودي حاجة مهمة قوي لكن للأسف من زي ما بيقولوا كده من البداية بدأت الاعتراضات على التحكيم المصري التحكيم المصري يا جماعة أداء أو عامل رئيسي في منظومة العامل المصري بدون تحكيم لا يوجد رياضة مصرية وما فيش كرة قدم مصرية هتقوم لا لازم نشجع حكمنا المصريين جه عن طريق اعتراض نادي المصري ونادي سموحة اعتراضهم لاتنين عن حكم محمد عادل اللي أدار مباراة الزمالك والمصري بعد ما انتهت المباراة أقدم نادي المصري ونادي سموحة طب أنا مش عارف نادي سموحة لسه ما لعبش بيقولك لا أنا عندي وقعة سابقة مع هذا الحكم ولكن الموضوع دخل في حتة البداية كده بنعترض على التحكيم ده ما ينفعش اللي عجبني بقى في الموضوع رد قاطع وبيان ما استناش بقى يوم واثنين وثلاثة زي ما كنا بنشوف زمان كان زمان اتحاد الكرة مصري بيفضل مستني 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 وبعد كده يضرب بلونات اختبار لكن كان في بيان رسمي بالأمس وكان مساند للجنة الحكام وقال لن نسمح بالاعتراض على التحكيم المصري ومش هنسمح برضه بالتدخل في مشاركات الحكام في مباريات الدوري الممتاز شابو شابو للجنة الخماسية بدعمها للجنة الحكام كابتن وجيه احمد وكابتن عزب حجاج اللي بيقوده لجنة التحكيم المصرية وده مهم جدا 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 ان يكون فيه زي ما بيقوله بيان كان راضع ان ما فيش خلاص ما فيش اعتراضات على التحكيم لا والاجمل واللي عجبني واسلك صدر معظم الاعلامين اللي بيشتغلوا في الحقل الرياضي اللي عجبني اكتر ان كمان بيدرسوا دلوقتي توقيع عقوبات بيدرسوا توقيع عقوبات على مسؤول او لاعب في اي نادي يصرح لوسائل الاعلام عن انتقادات اعلامية في الاعلام عن انتقادات التحكيم والحديث عنه بالشكل غير لائك هيكون فيه عقوبات اما بالغرامة اما بالاقاف او الاتنين معا برضو لازم فدي موضوع لا زي ما بدأنا وفرحنا جدا جدا بعودة النشاط الرياضي والدوري الممتاز وبقية الاقسام باذن الله هنتكلم عن بعض كواليسها لكن ده كان لازم نقولها في انترو البرنامج او انترو الحلقة اللي احنا نتكلم عن موضوع الحكام ومسندة الحكام المصرية قبل ما نطلع على الهواء مباشرة خالص التعازي لأستاذ عمر الجنيني في وفاة شقيقته اسرة البرنامج واسرة قناة الصحة والجمال تقدم بخالص التعازي عايزين بقى نبدأ اولى فقراتنا او اولى الفيديوهات بتاعتنا النهاردة ان شاء الله هيكون معنا دايما بالاستمرار منشتات واهم العنوين اللي حصلت خلال الاسبوع اللي فات مع الصوت الرائع يارا داي نروح للمنشتات ونرجع تاني الحياة للدور المصري الممتاز الخماسية اتجاه لإلغاء مساحات الممتاز رمضان صبحي خارج حسابات الاهلي بعد الفوز على المصري الزمالك يقفز للمركز الثاني اشتركوا في القناة